التصوير الفوتوغرافي يعكس مدى مهارة وإبداع حامل الكاميرا اليوم سنتطرق حول أحد أبرز أنواع التصوير المعروفة بالـ HDR أي التصوير بالمدى الديناميكي العالي وهو باختصار دمج عدة صور بدرجات سنطوع الضوء المختلفة للحصول على تفاصيل دقيقة وعالية في الصورة النطاق الديناميكي العالي يختلف عن عنق الألوان حيث أن النطاق الديناميكي معني بالإضاءة ودرجات الظلال وللحصول على صورة مميزة بالتقنية الـ HDR على المصور استخدام حامل ثلاثي للكاميرا وجهاز تحكم خارجي وذلك لتقليل احتمالية الاهتزاز عند التقاط الصورة وفي بعض الأحيان يجب استخدام التقنية الالتقاط الذاتي للكاميرا وينبغي على المصور ضبط العدسة واختيار الوضعية اليدوية التي تتيح للمصور إمكانية اختيار التكوين المناسب ومن ثم يقوم المصور بتغيير إعدادات سطوع الضوء في الكاميرا فيجب على المصور التقاط صور بنفس التكوين والمضمون ولكن بإضاءات مختلفة بعض الكاميرات الحديثة تدعم خاصية تصوير الـ HDR وذنج الصور ولكن ليست بالجودة المتواجدة في برامج معالجة الصور لذا يفضل الاستعانة ببرامج معالجة الصور والتي تتيح على المصور التحكم بالتفاصيل ودرجات التباين والتشبع اللوني في الصورة لا شك بأن إنتاج صور عالية الدقة وبألوان زاهية هي غاية كل مصور سواء هاوي أو محترف ويقتني أفضل الكاميرات والمعدات ويستخدم كل التقنيات المتاحة للوصول لهدفه لكل مصور لمسته الفنية ونظرته الإبداعية في التقاط الصور فانتظرون الأسبوع المقبل في فقرة التصوير الفوتوغرافي لكشف الستار عن تقنيات هذا العالم المتجدد اشتركوا في القناة